السلام عليكم احبائي متتبعي قناة هيبا شانيل تمنى تكونوا بخير في افضل الاحوال وكل عام وانتم بخير والامة الاسلامية جمعة اليوم في هذا الفيديو كي كتشوفوا معايا غد نقدم معاكم اولا غد نحضر معاكم معسلة كتجي لديدة لديدة بزيف بدون زيت بدون قلي كتجي لشكل بريوات كتطيب في الفرن نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتحضروها ان شاء الله في الوصفات ديلكم ان شاء الله مناسبة شهر الكريم ديال شهر رمضان ولابدوا تعرفوا المكونات وطريقة تحضير تبعوا معايا الفيديو للاخير وما تنسونيش من اللي لايك ديلكم اللي كي يخليوا الفيديو كينتشر على اوسع النطاق وهكا كتعم الفائدة واللي ما زال ما مشترك في القناة عندي اشترك فضلا وليس امرا وبارتجوا الفيديو مع الاهل واصديقاء لتعم الفائدة وبسم الله مبداو على بركة الله اول حاجة كناخد خمسمية جرام ديال كوكا واللي غديته هكا مقشر ومسحته مزيان من الغبر ونقيته لجوجد منعقة ديال زيت نباتية ولبسو هكا زيت ممكن تشريه كوكا وبالقشور دياله وتفسخوه وتديره بنفس طريقة وغدي نديره يتحمر عندي في الفرن اللي كي يكون على مية وستين درجة وكالرقو حتى غدي تحمر عندي وغدي رجع معك كنجي باش كنحضر العجين ديال اللي عندي في استادي الكووس ديال طحين ديال فورس طحين ابيض كووس بالعبار ديال العنبة كنضيف نصف ملعقة صغيرة ديال الملح واحد ساشيا ديال الخاميرة الكيموية وكندير هنا عندي سلوت كأس ديال زيت نباتية وغدا ناخد هنا ملعقة ديال العسل لما توقفرش عندو غدي ادير ملعقة ديال السكر ساني دا سكر حبيبات هكا كدعين شوية ديال اللون هاد العسل وغنا عندي آآ علبة ديال ياورت آآ طابعي يعني بدون سكر تطقي واحد اللويون اللي عجين ديالنا وكي يجيفتي وكي يجيزوين وهنا الماء غدي بقى لحسب النوع ديال طحين ديالنا. غد نعجل العجين ديالي. كتكون العجينة ديالي قاسحة شوية ما كنخلي وهش مع رخوة يعني كتكون قاسحة شوية كيف كتشوف مع هذا والقوام ديالها. بعد ما زعجنات غد نديرها في السلوفان اولا غد نغطيها بالبلاستيك الغذائي وغد نخليها ترتح شوية على ما نوجد باقي المكونات. بعد ما تتحمر كوكو ديالي كتشوف مع هذا والقياس ديال. وغد نخليه يدفع شوية وغد نجيب الالة اللي نطحن بها. وغد نطحن الكوكو ديالي اه شوية غنخلي في شوية ديال القرمشية يعني ما غدش نطحنه بزاف بزاف. نخلي في شوية ديال الحبيبات. ماشي حبيبات كبار ولكن شوية ارقاقين. كيبك تشوفوا معيها. بحل هاد القاوم هكا. تم ذك نطحن بكمية بكمية ولا بقي شي حبيبات. كنحاول نزولهم. تمتحنهم زيان كوكو ديالنا. كنخلي كيبقوا لكم. شوية ديال القرمشة في يعني ماشي بزاف. نضيف ثلاثة ديال الملعق او الاربعة كتبقى على حسب الضغم كأس ديال زنجلة اللي حمصتها من قبل واحد ربع كأس ديال زبدة مدابة ملعقة صغيرة ديال القرفة ملعقة كبيرة ديال العسل عفوا ديال المربع ديال المشمش وملعقة ديال السكار هذه الحلاوة اللي غا تكون في غير ديال هديك المربع وديال السكار وهنا عندي نس كأس ديال ماء الزهر اللي كمده كنخلط وكنجمع به هاد مكونات ديال حتى غادي تولي على شكل عجينة الى مكفى مشهدك نيس كأس ديال الماء الزهر فممكن تزيدوا شوية ملعقة او ملعقتين تنضمج هاد المنكونات كلها مع بعض كنحول نخلطهم زيان 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 ومرة مرة نضيفه حتى غادي نكملوا كميات ديال الماء الزهر اللي عدنا ونحصلوا على عجينة اللي هي ليينة بهذا القاوة ماذا كتشوفوا معايا ونخليها على جنب ونضوز باش نحضر العجين ديالي كيف كتشوفوا بعد مرزاحت هنا كناخد العجين ديالي كيف كتشوفوا كنرشوية ديال نشع على طاولة العمل النشاء الدورة ميزينة وكرروا للعجينة ديالي وكنحاول نقطعها ونعمل منها ثمانية ديال الكويرات الغارة ديالي انه يكون عندي ثمانية ديال طبقات في هذا العجين هكا باش كي يجينها مورق كنحاول هكا نقسم العجين على ثمانية ديال الحصاص اللي غادي يكونوا متساويين وكنده كنكور في الكويرات ديالي وكنحطوهم فوحة طبق اللي كنكون رشيته بالنشاء من قبل كيف كتشوفوا قدي نكور الكيمية ديال العجين اللي عندي كلها ودائما كنستعند النشاء لان النشاء اللي كيعطينا ديال القرمش اللي كتجين في الورقة ديال بريوات ديالنا وكتساعدنا في التوريق من ديروش طحين أبدا كنديرو غير النشاء بوحده صافي وكنكور الكويرات ديالي كاملين وكنوضعهم فوحة طبق اللي مرشوش بالنشاء وغادي نغطيهم وغادي نخليهم على جانب اعلما نوجد المكونات الأخرى ونبدأ طريقة العمل هنغطيهم بالسلوفان وغادي نغطيهم بوحد اي استغفية عندكم واي منديل كنغطي بالعجين ديالي وكنخليه ارتاح هنه بعد مرتاحة العجين ديالي غادي نرش سطح العمل بالنشاء دائما نشاء ما كنديروش طحين أبدا طحين ما كيساعد نشاء للتوريق او كنرشو بوحد المسفات كي كتشوفو معايا وحد صفايا اللي كنصفي بها القهوة ولا اي حاج عندنا وكمدو كنرشو وكنصرحو بالكويرة بالكويرة كنحاولوها كنديروها على شكل مربع كنحاولو نصرحو العجين ديالنا وحنا كنعطيوها الشكل ديال مربع من الجوانب وكنحاولو نخدوها كيف كتشوفو وحنا كنرشو دائما طاولة العمل بالنشاء كنحاولوش نديروها دائلية كنحاولوش نديروها دائلية كنحطوها على جانب في هذا المكان هكا في الجانب ديالنا بعد ما كنرشوها بالنشاء جيدا وكندوزو باش كناخدو الكويرة الثانية ودائما بالاستعانة بالنشاء هاد الكمية ديال النشاء ناخدت علبة بسبعة درهم ديال مية وسبعين جرام فما اخذيتش حتى النصف دياله يعني كفاهة تنيئة وشاطلية منها حيث هاد المصفات هدي كتساعد ما كتخليكش كتبيري كمية كتيرة كتوزع ليك ذاك الشيب بالتساوي كتوزع ليك النشاء بالتساوي فوق العجين ديالنا وكيجي مقادوم زيان كنصرعو الثاني الكويرة الثانية بنفس طريقة وكنحاولو نديرها قد الكويرة الليولة اللي سرحت باشاكا ما ديناش كويرة اقتر من كويرة او لا طول من كويرة وكنحاولو نجيب العجين الليولة ديالنا وكنمضعو فوق منها الكويرة الثانية اللي سرحنا وكنقادوها مع الاولى ودائما كنستعنو بالنشاء كنرشوها مزيان مزيان حتى كنت تغطالينا كلها بالنشاء وخصوص الجوانب والواسات سيطلب الكويرة الثالثة بنص طريقة حتى هي دائما ننشاء ونصرحوها بنص طريقة ونحاولو نجيبها قد الكويرة الليولة اللي وزعت او اللي سرحت معاكم وكررش النشائ بنص طريقة حتى نكمل الكويرة الثاني الكاملين كاملين كاملين بتمانية هنوضع ا hurدة فوق واحده فوق واحده طبقات كلهم بتمانية سيطلب الكعمل سيطلب الكويرة الثانية كلها. ونزورا عن طلب بعض الاخوات ستطلبوا مني نحضر معاكم اه يعني اطباق بدون زيت ولا معسلات حتى هي بدون زيت بدون قلي اه صحية في نفس الوقت. ونظرا الغلاء اللي كيعرفوا كتعرفوا هاد المادة هادي فغدنا نحاول نقترح معكم اه معسلات بدون زيت ان شاء الله بإذن الله فهد الشهر الفاضل. وهاد المعسلة هادي هي اول مقترح عندي في هاد الشهر الفاضل كتجي زوينة بزاف ومقرمشة كتجي علش كالبريوات كتوجد في الفرن. وكتجي مورقة بهالطريقة ديال التوراق اللي كنا نورقوها بالنشا. كيعطيها واحد التوراق واحد القرمشة كتجي زوينة بزاف. غدي نشوفوها معايا ان شاء الله في النهاية دي الفيديو إلا تبعتوا معايا الفيديو للآخر. وكيف كتشوفوا معايا انا غدي نكمل اه الطوراق ديال الطبقة ديولي بثمانية. وغدي نحاول نقدم يجيونا كلهم واحدة فوق واحدة متقادل وغدي نصرح في العجين ديالي. بها الطريقة هادي. حتى غدي جيني على شكل مستطيل كبير. كنحاول نورقها مزيان مزيان. ودائما وانا كنورق وكان قادل جوانب باش ما كتجينيش واحدة آآ خارجة على الخورة باش كيشينا الطبقات ها كم تساوي. صافي كنحاول نصرح العجين ديالي. كله على سطح العمل. سمن يكون وضع عندكم. عندما صرحت العجين ديالي مزيان غدا ناخد اللاطة وغدي ناخد بها العبار يعني باش هكا من يمدن وهي تاختوك لبودنزيو لي اللي غاد نعمر بالحوشو ديال كوكاو ما يجينيش آآ كبر من اللاطة ديالي يعني ناخد القياس ديال وسط ديال اللاطة ديالي. هنحاول نحط على السطحة ديال اللاطة ديالي ونقطع لها الجوانب كيف قد انتشافه معايا ان شاء الله. صافي هنا سرحة العجين ديالي وضع laying طوا ديالي وغدي نقطع على الجوانب ديال اللاطة ديالي صافي هنا قطعت العجين ديالي كيف تشوفوا معي. شارك اللي في الاعلى. كي يكونوا في جوانب. احتفل بديك العجن. غد نوجد بها بريوات وحدين اخرين ان شاء الله مملحة. غد نشوفوهم معي باذن الله مورا هاد الفيديو. ما غد نبدأ لنا تشي حاجة باذن الله. هنا الحشوة ديها اللي انسيت ما ضفتش لها الملح. هنضفت لها دي الملح. وضفت لها شوية القتل. نشفت لها شوية دي الماء الزهر باش ولات عندي ليينة. وخلطتها مزيان زيان. وغادي نوجد منها دي بودان. وغادي نبدأ نحطهم. كنخلي شوية دي العاجن في الجوانب كي كتشوفو. كنحط لبودان ديولي. انتوما على الحصاب الكبر اللي بغيتو بيه لبريوات ديولكم. بغيتوهم كبار بزاف. ركتحاولوا تدير لبودان كبار بغيتوهم صغارين. ركتديرهم صغارين متوسطين. يعني ما صغارينش بزاف وما كبارينش بزاف. وكنحاول نقاط الحشوة ديالي بها الشكل هذا. وكنردع لي هات طرف دي العاجن. شوفو السمك دي العاجن كيف يفجأ. ما كيكونش رقيق بزاف. وفي نفس الوقت ما كيكونش عاو تساني غليط بزاف. سافيو كنطوي العاجن مرة اخرى حتى كتغطى لي يدك العاجن الاول. وكنقطع بالسكين يعني كنقطع بالموس. حتى غادي نحصر على واحد البودان لي هو ببلة ما كيكونش رولي. كنضغط عليه بيديا كيف غادي نشفتو معي. كيجينة متساوي. كنحط طفلطة ديالي ديال الفرن. وكنبدأ كنوجد في البودان الثاني او اللا فشاري الثاني. من نفس الطريقة كنحط العاجن ديالي ديالي ديال الخليط ديالي عفوا ديال الكوكاو والسيمسيم جنجلال. العاجنة ديال الكوكاو كتكون شوية لينا ما كتكونش قاسها وش كتساعدنا في الخدمة. كنت هون يدينا دائما بشوية ديال الزيت. وحنا كننوجدو في هذه البودان ديالنا بشاكة ما تفرتشين الخارج ديالنا. سوف نحاول نجيبوها مع شارل ديال العاجن وكنطوع لها العاجن ديالي. وبنفس الطريقة غادي نلوي مرة أخرى. سوف تغطي لي كوكاو وما يبقاش كيبان. وكتجين ذيك العاجن ديال الموس كتجينها في التحت ما كتجينوش الفوق. وبنفس الطريقة غادي نوضع احدى البودان الثاني. ونحاول نخلي واحد شوية بيدي الفرق بيناتهم بشركة. فين غادي نقطع العاجن ديالي. لقاء الاسباس فين غادي نخدم. وحتى هما فش غادي نبقوا يتنفخوننا في الفرن وغادي تورقوا. يلقوا تساع فين غادي تورقوا. بنفس الطريقة غادي نكمل لبودان الثالث وهكا حتى غادي نكمل تسع مر للاطا ديالي. صار في غادي نغطي طرف ديال العاجن. ودائما هاد العاجن المني كاللي ويقال تاني مرة أخرى ما كنخليه شيبان لنا كيكتشوفه يجي لتحت وكن قطع عليه باستكين. باش هكا ما ندخرش ديال الحوشوة. كنطوي وجوج ديال المرات التالتة. كنقطعو عليها. كنحاول دائما نبسط العاجن ديالي من السطح كي شفته. شكعتنا الشكل ديال البرايوات ما كيجي ناش هكا ما مغلد ما الفوق. هنا اعطوني ستا ديالي بودان كيف كتشوفه معايا را كبارين ما شاء الله. بعد ما قملت الحوشوة ديالي كلها. هنا غادي نقطع البرايوات ديالي بهذا الشكل هادا على شكل متلاتات. كيف شفته معايا كيجيوا على شكل ديال البرايوات. هما غادي نوجدو في الفرن. وغادي يجي ولدها دين بستاف ومقرمشين. انا الصراحة عجبوني وجدتهم جوش ديال المرات. هادي المرات التانية اللي وجدتهم. مرة اللي اولا ما صورتهم. شو التانية صورتهم فيها. قلت انشاركة مع المتتبعين ديالي. ما شاء الله كتجيزوينه بستاف وكتجي مورقة. وكتشرب داك ستيلولي غادي نسقيه بيها وكتجي ديالة بستاف. صافي غادي نقطع الشرائي ديالي كل من بات شكلها دا كيف شفته معايا. انا اخطيت واحد الكأس اللاربع ديال الزبدة. اه كتديروا نصف زبدة حيوانية. او نصف زبدة نباتية يعني ديال العلب. نكنديروش كلها حيوانية. باشاكا كتجينا اقتصادية. كيف كتعرفوا الزبدة الحيوانية غالية شوية تامان. صافي كندوبواتك نجينا على شكل نوازيت. وكمدو يعني كنسقي بيها العجين ديالنا. وكنحاولو ندخلوه في هادوك المتلداتات باشاكا. كيجينا داك الفيطاج يعني كيتحلو لنا دوك دوك العجين وكيجينا ممرق. سنحاولو نشربوها مزيان بالزبدة. كيف تو هاد المعسلة مقدرش معايا الدونية بساف يعني هاد ناس في كأس هو اللي اخدات. انا غادي نتخل الفرن ديالي على مية وتمانين درجة وغادي نقصها على مياه وخمسين درجة وغادي نخليها في الواسط. حتى غادي تتحمر لياه مزيان وتحل. بعد ما غادي نخلي المعسلة ديالي الطيف في الفرن هنا غادي نحضر السيرو ديالي. خطيت هنا يا كيف كتشوفوا معايا. آآ كأس وانس في ديال السكر وكأس في كأس وانس في ديال الماء. وهنا غادي طريف ديال الحامض وغادي نوضعوه على النار حتى غادي يولي ليه على سكل الشربات. بعد ما خرجات الطاوة ديالي ما الفرن كتكون ساخنة بالساف. كنسقيها بالسيرو حتى هو كيكون ساخن ما كيكونش بارد. بجوجهم كيكون سخن. باش كيتشرب لي ذيك لا آآ آآ سقوة مزيان او للشيرة او لكل واحد وكي باش كي سنميه. طافي بعد ما تشربت مزيان رجعت الفرن كيكون طافي. وخليتها تشربت مزيان. عاد خرجت هذا بك اندهن بشوية ديال العسل باش كي اعطاها ذاك اللماء وكي اعطاها ذاك التحمير اللي كتكون في الوجه كيكشتو معايا. غادي اندهنا كله بالعسل تقريبا نزوج ديال ملاعق كبار ديال العسل. كندهن المعسالة ديالي مزيان مزيان من الوجه. وتزين كي بقى دائما اختياري كل واحد باشي غادي زين المعسالة ديالو. انا غديت كوكون كون كاسي. وغادي نزين به المعسالة ديالي. او لا البريوات ديالي اللي كيوجده في الفرن. كيجي ولدادين بساف ومقرمشيين. وكيجيو مورقين بساف. سمن ان شاء الله يعجبوكم وتعتمدوهم في الشهر الفضيل. توجدو من الاهل والاصدقاء ديالكم. ويلا بغيتوهم يجيوكم صغرين شوية. را غدي ديرو كمية كسر من هكا. يعني غدي خرجكم تقريبا لطا ونصف. انا درتهم كبارين شوية. فاعطوني لطا كبيرة وحدة. ورا ما شاء الله اعطتني كمية كبيرة بعد ما بردت عندي المعسالة ديالي. غدي نشارك معكم طريقة الحسيفات في المجمد. غدي ندير واحدة العلبة ديال المجمد وغدي نصرح فيها بلاستيك الغذائي. يعني اي ميكة عندكم القية ديال ديال اللاجة. فكن نقطعوها وكنديروها هكا في القاعد ديال العلبة ديالنا. وكمده ندير هات المعسالات في الكويغتات باش هكا. كي يجيونا هكا متئولين وكي يجيونا حتى في الحطاء نزيانين. حتى لو بغنين هزوهم ما كيتلتوش معانا. كنحاول ندير طبقة تقريبا عشرة ديال القطاع او لتناشا لحسب يعني القياس اللي بغينا حناية. هادي نطير الطبقة الاولى بهاس الشكل هادا. شوفوا ما شاء الله كيفاش كي يجيو محلولين ومقار مشين. صافي وغادي نصرح عود ثاني طرف اخر ديال البلاستيك الغذائي. باش هكا وقت اللي بغينا نجبدو غير كمية بكمية كان هزو ديال البلاستيك الغذائي وكان هزو كمية اللي بغينا بدون ما كتخسر لنا المعسالة ديالنا. وكنديروه طبقة اخر عود ثاني من البريوات. وبنفس الطريقة. هاد المعسالة ما كتخسر شوخها كن ديروه في المجميد ما كيجر لها حتى شي حاجة. ما شاء الله هي هادي عمرات لي جوج ديال العولاد. كبارين ماشي صغارين كيف كتشوفو. وغادي نغطي بسلوفان اولى البلاستيك الغذائي وغادي نغطي هون ديروه في المجميد. وهذا والشكل نهاي ديال معسالة دياليوم كتجيزوينة بزاف ومقار مشاول ديدة. سمنها ان شاء الله تعجبكم وتحضروها وتشتركوها مع الاهل والاصديقاء. بتعم الفائدة. وبرتجو الفيديو كي بقت لكم. وما تنسونيش من اللايك. ولكنتو اول مرة كتزوروا القناة. فمرحبا بكم. ومرحبا بقى عن الناس اللي جدد عندي في القناة ديالي. سمنها ان شاء الله يعجبكم فيديو ديالي ديال اليوم. وانتظروني فيديوهات قادمة ان شاء الله بإذن الله فهات الشهر الفاضل. شوفوا ما شاء الله كيف اجت هاد المعسالة ديالي. مقار مشة بالزف الديد. الديد بالزف. وشكرا لحسن المتابعة. والى اللقاء فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله.